ميرت بريميوم بأبرس تركي رح يجمع الليلة النجم روايدة عطية والنجم سعد رمضان بحفل جدا حلو وراءة رح نتابقوا سوا عبر شاشة أغاني أغاني روايدة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكن وأهلا بكل مشاهدين أغاني أغاني أول الشي أنا وسعد شفته وصلنا أكتر من مرة ملتقيين الناس عم تحب كتير هالمرة كنا بأبرس كنا عم نشوف الجالية العربية بشكل عام كتير مبسوطة يا سعد يا سعد الأب الغين هيد بحر فيه روايدة في ناس شوي هيك حكوا عن رشل شبهوها بأغاني قبل شو بتقولي ما بعرفها يعني إذا منسمع الأغاني كلها ما بقى في قوني بقى هي القوني اللحن المميز والمدرشو صار كله بيشبه كله ما بدي قول أنه أغنيتي بتشبه شي لأنه القوني مختلفة جديدة قريبة للأذن في بعض الصحافة كمال قالوا أنه أغني داعشية يعني فأنا حسيت أنه نفسيته داعشية كتير لأنه لما بتسمعها هيك روني رومانس وحب وكتير غزل يعني قد ما بدك كيف تقدر تحكم عليها إذا بيقع شبه بيكون ممكن يصير يعني ما نو شي غريب يعني صلي زماني كتير غايبات تقريبا شي سنتين ما كنت قدمت والعمل نزلت راشرش كان العلوان صادم بالنسبة للعالم بس الموضوع كان مختلف كتير عم ناخد نومبر وان بأكتر من إزاعة عربية نحنا حنصور هلأ خلال هالكم يوم أنا مسافر على ألبانيا رح صور بس أنا ليش كنت عم أخر سفرتي على ألبانيا لأنني أخلص أونيتي الثاني لصور فرد مرة خبريني بعد ما تصوري الأغنية كليب ش راح يكون في خطوة فانية مقبلة الخطوة الثانية أنا خلصت تسجيل أونية لملحن سوري أول عمل بيعملو محمد حمزة كلمات ولحنو توزيع علي حسون كمان ناصر أسعد تسجيل كمان مكساج مؤيد الأطراش اللي بدي يقوله أنه هي أول عمل بيعملو هذا الشاب واختار إني أنا غنيه والأونية كلاسيكي وكلاسيكي رومانس يعني نحن نروح على شي بيشبه شو سهل الحكي حتروحوا على حلم اسم الأغنية حلم لا قبل مرة زبراتين اسم الأغنية لا الأغنية راح تعيش البنات بحلم كتير حلو ربيدة أنت اليوم بأبروس عم تختمي حفلات الصيف قبل ما تكوني بحفل رأس السنة راح يكون حفل خاص خبريني عنه أول شي أنا رأس السنة حكون في لبنان عم كون مثل العادة أنا صلي تقريباً ثلاثة سنين عم كون في لبنان بنبسط كتير بالجمهور اللبناني بيشجع بيحمسنا حكون بمطعم سيف البحر بتمنى من كل محبيني أنه يقدروا يشرفون على الحفل وأكيد أنت حتكون موجودة تنورنا السهرة فيارب تكون سنة خير كمان عليك وعاكل مشاهدين أغاني أغاني روايدة خلينا أختم معك في كتير ناس وفي كتير صحافة محملينك مسئولية الصبوحة حملتك هيها اللي هي أنه روايدة امتداد للصبوحة بصوتها وبحضورها خبريني معقول لكم في عندك آلبوم خاص أو معقول لكم في عندك سداي خاص جدد في مجموعة من أغانيات الصبوحة آفي وفي عمل خاص عمل عمل لست صباح هي أول مرة بقول عنه دغري يعني أنا من بعد رحيلة صلي من وقت ما ست صباح حطتني شهادتها ودعمتني أنا كموهوب كنت لساني مبلشة طلعت أني أنا ولا مرة قدمت عمل لست صباح كنت أقول دايما ما بدي استغل اسمها أنا بحبها ما بدي أطلع أكتافها بس اليوم هي رحلت عنها وواجبي أني أنا كرمة بشي بشي خاص هيكون كلام جديد في بعض من أغانية أنا كتير فضحت الأوني يعني بس في شي حلو عم أتجهز وفي ألبوم لايف للعالم بتحبني بأغاني الكبار حنعمل ألبوم لايف